السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم طلبة السنواء العامة ان شاء الله بايزن الله تكون سنة سعيدة عليكم ونفرح بيكم ان شاء الله في الجامعة السنة الجاية وكل واحد اللي هيتمنى ان شاء الله بايزن الله احنا هنتكلم النهاردة عن منهج الجغرافيا مبدئيا كده احنا عارفين ان احنا عندنا درس تنهيدي وعندنا الوحدة الاولى اربع دروس الوحدة التانية خمس دروس الوحدة التالتة درسين والوحدة الرابعة درسين يعني المجموع كله اربعتاشر درس الدرس التنهيدي هو مقدمة للمنهج عندي يعني هو بيعرفني من خلال الدراسة بتاعة الدرس التنهيدي المنهج بتاعي هيتكلم عن ايه احنا عارفين كتاب بتاعنا اسمه الجغرافيا السياسية الجغرافيا السياسية انا انت هتتكلم تلقائي في السياسة بس سياسة العالم طب تعالك ايه لا نبدأ لو انا سألتك سؤال وقلت لك انت من ميتين سنة او من ميت سنة كانت خرجت العالم زي دلوقتي انت قلت لا اكيد لا اقول لك مسأل بسيط في الفترة الاخيرة خرجت العالم اتغيرت خاصة في التسعينات او بالاحرار بعد الحرب العالمية التانية لما استقل الدول لما بدأت في دول خاصة في الفترة الاخيرة تظهر كقوة عظمة في نفس الوقت هتلاقي في دولة زي الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي بالمناسبة يا ولاد تم اعلانه عام الف وتسعمية وسبعتاشر سنة واحد وتسعين وده هنعرفه في الوحدة التالتة تم حل الاتحاد السوفيتي الله دخلت العالم كده اتغيرت والاتحاد السوفيتي بقى كم دولة لما اتحال بقى كم دولة بقى خمستاشر دولة هتلاقي دولة زي غوزلافيا اتحالت لخمس دول الله ده في دول كمان بدل ما اتحالت في دول اندمجت زي مثلا المانيا كالالمانيا الشرقية والالمانيا الغربية اصبحت المانيا الاتحادية ده في دول اتحال التاني في الفترة الاخيرة زي السودان بقى السودان الشمالي وسودان جنوبي في بدأت تظهر قوة عظمة في المجال الاقتصادي زي اليابان زي المانيا زي الصين يا ولاد الصين على فكرة هي تعتبر النمر الاقتصادي القادم القوي اللي يعتبر بجوار الولايات المتحدة الامريكية والدول غرب اوروبا تعتبر قوة اقتصادية عملاقة انا عندي اول سؤال احنا هنعود نفسنا هنقول الجزئية بتاعة الشرح وسؤالها في انتحان اخر السنة بيجي ازاي انا عندي حاجة اسمات تغيرات على خارطة العالم السياسية عبر التاريخ ده اول حاجة عندي سؤال بما تفسر ايه كلمة التغيرات دي يا مستر انا عندي بالمناسبة فيه ستة تغيرات في المنهن ستة تغيرات ستة فيه التغيرات على خارطة العالم السياسية عبر التاريخ اللي هقولها دلوقتي فيه التغيرات اللي شادها النظام العالمي عبر السنوات الاخيرة هنعرف ان فيه تغيرات على خارطة العالم السياسية اواء القرن العشرين ثم التغيرات في منتصف القرن العشرين ثم التغيرات اواخر القرن العشرين ثم التغيرات اواخر القرن العشرين وبداية الالفية التالتة الستة تغيرات دول فيه منتهى الاهمية ممكن يجي حاجة في الامتحان منهم اوه طبعا في السنة اللي قبل اللي فاتت جاسوا الفين طب نيجي على اول سؤال اللي هي الفاتحة بتاعتنا بما تفسر التغيرات على خارطة العالم السياسية عبر التاريخ او التغيرات اللي شاهدتها خارطة العالم السياسية عبر التاريخ بما تفسر عندي اوه اول اربعة واحد اختفاء دول وظهور دول اخر اتنين اندماج بعض الدول مع بعضها وانقسام اخرى ثلاثة اضغالة القوى العالمية ده معنى اختفت امبراطوريات او قوة ظهرت قوة عظمى هتقول لقوة عظمى زي مين زي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيت السابق وبقى دلوقتي بقت روسيا هي الوريس الاتحاد السوفيت السابق نسج علاقات دولية جديدة وتمزق اخرى انا عندي الاربعة دول من التغيرات على خارطة العالم السياسية دي اجابة السؤال تعالوا بقى كده نشوف بعد ما نشوفنا خارطة العالم كده والتغيرات اللي حصلت فيها عبر التاريخ ما معنى كلمة الجهورافية السياسية يعني ايه الجهورافية السياسية طب بص لما اتكلم عن الجهورافية مناخ انا كده بكلم عن الجهورافية طبعية الجهورافية التضاريس انا بكلم عن الجهورافية طبعية جهورافية بحر ومحطات وهكذا لما اتكلم عن الجهورافية السكان جهورافية بشرية لما اتكلم عن الجهورافية الاقتصادية جهورافية بشرية طب انا بكلم عن الجهورافية السياسية اللي عملها بشر يبقى أحد فروع الجغرافية البشرية هو كأحد فروع الجغرافية البشرية بيهتم بإيه؟ بيهتم بالمقاومات الطبيعية الجغرافية الطبيعية والبشرية للدولة بيهتم بالمقاومات الجغرافية الطبيعية والبشرية للدولة الجغرافية السياسية تدلس المقاومات الطبيعية بتاع الدولة من جبال وهضوب إلى آخره وتدلس المقاومات البشرية عدد سكان وأواء وتنظيمها الداخلي تنظيم الدولة الداخلي هل هي مثلا متنظمة داخليا ولايات محافظات إلى آخره وتأثير ذلك في قوتها السياسية وعلاقتها دولية الدولة لما يكون عندها مقاومات طبيعية قوية ومقاومات بشرية على الأقل فيها نسبة تعليم عالية هذه اتنين هم طبيعية وبشرية الدولة متنظمة داخليا هيكون لها تأثير كدولة قوية هكذا يكون متقدمة بقى هيكون لها تأثير في أن هي لها كلمة على الساحة الدولية العالمية طبعة طب تعالى كده يقولك ما المقصود بالجهورافية السياسية أو أذكر ما يدل عليه المصطلح الآتي أحد فروع الجهورافية البشرية الذي يهتم بدراسة المقاومات الجهورافية الطبيعية والبشرية للدولة وتنظمها الداخلي وتأثير ذلك في قوتها السياسية وعلاقتها الخارجية هذا أول مصطلح وقلت أبلي سؤال بما تفسر تعالى نشوف دور العلماء في الجهورافية السياسية تبقى وركز معي هم الأربعة دول بس لهم أراء في الجهورافية السياسية لا بس هو جايب لنمازج نمازج قديمة زي أرستو ده أحد علماء الجهورافية السياسية قديما قديما طيب عندي من تاني ابن خلدون فردري كرادزل رودل في كلين هو أنا ممكن أقول الجنسيات بتاعتهم أقول لك ليه أستنى محتاج الجنسيات بتاعتهم لأنه هو بيقول لي سؤال وضح دور العلماء المسلمين في الجهورافية السياسية الله ده أنا عنده أربعة لكن هاخد مين اللي هو العلماء المسلمين هاخد ابن خلدون طيب لما يتكلم مثلا عن فردري كرادزل رادزل ليه دور أو ليه دور فين في ألمانيا يبقى لازم أقول له هو جنسيته ألماني لأنه ده هيكون ليه دور دلوقتي وأتكلم عليه أرستو يوناني ابن خلدون عربي مسلم فردري كرادزل ألماني رودل في كلين سويدي أقول لك حاجة بص خلبك من الكلمة دي أرستو بن خلدون ثم رادزل رودل في كلين خمسة أربعة ثلاثة أتنين ايه ده خمسة أربعة ثلاثة أتنين دي الأرقام دي تعال أنا أقول لك تعال على أرستو كده أقول لك بس دليل عمل كتاب مؤلفه السياسة الدولة المثالية مين اللي أقل في كتاب الدولة المثالية أرستو قال في إيه قال إن الدولة من وجهة نظره هو تتكون من خمس عناصر الخمسة بقى اللي كنت أتكلم عليها بالنسبة للأرستو واحد على السكان اتنين كل الاقتصادية أو مقامات الاقتصادات تاعتها ثلاثة العاصمة أربعة الجيش خمسة الحدود هذه الخمسة طب مين أقوى خمسة أقوى تنين في الخمسة أكيد هكون السكان والاقتصاد والعلاقة بينهم هو ده يعتبر بالنسبة لي هو اللي بيحدد مدى قوة الدولة أو ضعفها وكذلك تحدث عن حدود الدولة المحصنة والموقع وتأثير المناخ حدود الدولة موقعها فيه وتأثير المناخ إيه الله ده كده بتتكلم عن الدولة من المقامات الطبيعية بتاعتها آه والبشرية قبل كده لما اتكلم عن عدد السكان طبعا طب بص كده ثاني أنا قول تهارستو عمل كتاب اسمه موالفه السياسة الدولة المسالية طب ابن خلدون مقدمة التاريخ عمل كتاب اسمه مقدمة التاريخ تحدث فيه عن البنية السياسية للعالم العربي ليه ليه البنية السياسية للعالم العربي لأن ابن خلدون عربي مسلم في وقته كان المجتمع بتاعه يا قبيلة يا مدينة يا قبيلة يا مدينة يبقى ابن خلدون في كتاب مقدمة التاريخ تحدث عن البنية السياسية للعالم العربي اللي حدثها في عكتين قبيلة ومدينة قال إن في حاجة اسمها دورة حياة الدولة أربعة بقى اللي كنت بأتكلم عنها دلوقتي إيه يا دورة حياة الدولة؟ بص بالترتيب أنت ممكن فأرسته ممكن تقول جيش وعاصمة وحدود اللي أنت عايشه لكنها لازل تقول بالترتيب ليه؟ أصيب لك نشأة سباد نضج المحلال الله؟ ليه لازم بالترتيب؟ الدولة بتنشأ ثم تثبت ثم تنضج ثم تقع اديني مثلا أقول لك حاجة هنلسى من ديك أول الحصة دلوقتي أتكي تحدي السوفيتي أنشئ عام 1917 هذه نشأة ثبت الاتحاد السوفيتي بالخمستاشر دولة بتاعته في وقتها هذه ثبت أصبح دولة نووية ولها كائن على النظام العالمي كله كقوة عظمة قد نضج سنة 91 وقع نحل يعني إيه سكال ده؟ على مبرطولة العثمانية الرومان اليونان كل دولة عارف زي ما بيكي يقول لك كده ده أيام دول يعني كل دولة تنشأ تسبق تنضج تقع أنا سمع واحد بيقول لي يا روليات المتحدة الأمريكية ممكن تقع زي التحدي السوفيتي اللي لا طبعا لأنه ما فيش قوة عظمة بالتنميها لحد إلى ما لا نهاية كان قابل كده قوة هي القوة العظمة في وقتها راحت فين ما علينا طيب أدي مين أدي أرستو ومين ابن خلدون تعالى على فردرك راتزل الماني المانيك بتاعنا اللي بندرسه ده اسمه جغرافية السياسية اللي عمله راتزل يعني راتزل هو اللي أسس علم جغرافية السياسية ده طب ورايه ويبقى قال أن الدولة عبارة عن كائن حي تنطبق على قوانين ميلاد نمو وفا أي دولة أي على فكرة يعني هي قريبة شبيهة ما بحطة نشأ سببات مضد محلال بس لو اقتصارها الكائن الحي أنا أنا كفر اعتبر الدولة دي عبارة عن كائن حي تتولد تنمو تموت ميلاد نمو وفا طبق الكلام ده برضو على نقود وقال أن الخريطة السياسية لعالم تشكلت نتيجة الصراع بين الدول إيه ده إيه الخريطة السياسية لعالم تشكلت نتيجة الصراع بين الدول كل حدود الدول اللي موجودة على مستوى العالم كله كانت بناء على اتفاقيات ما فيش دولة تيجي تقولي أنا الحد بتاعي هنا اهو لا ما فيش كلام ده ده فيه صراعات انت عايز تاخد دي وانا عايز اخد دي انت عايز تيجي هنا وانا عايز اجي هنا علشان كده كان فيه صراعات عشان تتعامل خريطة العالم السياسية الكلام ده كان وضح أكتر بالمناسبة ان فيه قرات تم تقسيمها بناء على اللغة وفيه قرات تم تقسيمها بناء على خطوط الطول ودوار العرض زي أمريكا الشمالية وأفريقيا تم تقسيمهم بناء على خطوط الطول ودوار العرض هنعرفها بعدين في الحدود دي أوروبا كلها تقريبا في الغرب بالذات والوسط تم تقسيمها بناء على اللغة بص لغة البرتغالية لغة الاسبانية لغة الفرنسية لغة الإطالية اللغة الإنجليزية اللغة الهولمدية اللغة الألمانية الله من اللي عمل الكلام ده هنقول لك دلوقتي طيب ده رازم طيب لما يجي على رد الفكليل الراجل ده بس ايه يعني هنقوي عليه لراجل سويدي عمل فكري عدواني شوي يعني فكري عدواني فكري سيطرة فكري توسع على حساب الدول المجاورة هوروز الفكريين جنسيته ايه سويدي هورو راجل ده بيقول ان الدولة المقاومات بتاعتها من حيث هتقول هتحقل انسجام بين شعبها في الداخل ثم التوسع على حساب الدول المجاورة الله ده انت ما اكتفتش بس ان انت هتبقى موكانك في الدولة دي العلم ده اسمه ايه اسمه علم الجيو بوليتيك جيو جورافيا بوليتيك سياسة مش جيو بوليتيك جيو بوليتيك طب هو رأيه كان ايه تاني اللي هو مين رود الفكليل ده قال ايه قال ان دراسة الدولة تأثير العوامل الجورافية والاقتصادية والبشرية في السياسة للدولة الخارجية يعني الدولة التأثير بتاعها في الجورافيا الاقتصادية الجورافية والاقتصادية والبشرية لا تأثير في العالم الخارجي اه والهدف من تطور القوى السياسية للدولة هو تحقيق الهدف فين اللي قلت عليكم اول حاجة خارجيا الحصول على حدود طبيعية جديدة ايه التوسع على حساب الدول المجاورة داخليا تحقيق الوحدة والانسجاب بين شعبها في الداخل بصوا المانيا جاءت أثناء الحرب العالمية الثانية حصل مفهوم خطأ بين الجورافية السياسية وعلم الجيبولاتيك فيه ناس اعتقدت انهم علم واحد شوف خليباك من الكلمة انا قلته انت عندك علم الجيبولاتيك علم توسعي الجورافية السياسية تدرس كيان الدولة كما هو قائم بالفعل اللي انا ماليش دعوان في مصر هنا انا هدرس مصر مقاوماتها الطبيعية والبشرية بتاعتها زي ما هي انا مش هروح مكان تاني مش هدرس حاجة جنبي على عكس علم الجيبولاتيك اللي هيبقى فيه نظرة والسعية يعني بتبص للدولة مطالبة في السياسة الخارجية ايه انا قدام هعمل ايه الدولة بالنسبة له كائن حي لكن على عكس الجيبولاتيك تتماز بالسباب سباب استاتيكي ده كان سباب استاتيكي تعني نلجع لحطة المفهوم حدث خلط بين الجيبولاتيك وعلم الجيبولاتيك في الفترة من قبل الحرب العالمية الاولى حتى بعد الحرب العالمية التانية اعتقد البعض انه معلم واحد من اللي اعتقد؟ الالمان عملوا ايه؟ بدأ يتوسعوا على حساب الدول المجاورة واللي اعتبروها المجال الحيوي لها اذا هي فكر توسعي بصدر بعض دول انا قلت وضح اسهمات العلماء المسلمين في الجرافة السياسية ابن خلدون قارن بين ارستو وابن خلدون واسهماتهم في الجرافة السياسية هتعمل مقارنة طيب من قائل هذه العبارة؟ او تنسب لمن؟ لما اتكلم على تحدث عن حدود الدولة المحصنة والموقع وتأثير المناخ مين؟ ارستو طيب اللي اتكلم عنه اللي هو بقى نتكلم على ابن خلدون اللي هو ليه؟ تحدث عن عامل قيام الدولة ونهضتها وسقوطها مين؟ ابن خلدون مين اللي قال الدولة عبارة عن كائن حي تنطبق على قوانين ميلاد نمو وفاة؟ رازل طيب مين اللي قال؟ برضو حتد بقى اذكر مين اللي قال هذه العبارة؟ مين اللي حدد ان هناك فكر توسعي للدولة؟ الفكر التاعه كم مين؟ كرود الفكرين في علم ايه؟ الجي بوليتك شوف المؤلفات بتاع الكتب الدولة المسالية أرست مقدمة التاريخ آه صح ابن خلدون ثم أجورافيا السياسية مين؟ رازل علم الجي بوليتك رود الفكرين قارن بين أول مقارنة صريحة عندي بص يا أولاد المقارنة دايماً بتيجي من المقارنة الصريحة اللي موجودة في كتاب الوزارة أول مقارنة صريحة عندي هي مقارنة بين الجي بوليتك اللي كنت بتكلم عنه دلوقتي موجودة عندي مقطتين هنا يقولي الجوارافيا السياسية تدرس كيان الدولة كما هو قائد بالفعل أنا أنت لك دلوقتي مصر خلاص أنا بدرس جوارافية مصر مقامات الطبيعية والبشرية على عكس علم الجي بوليتك يقولي إيه؟ ترسم تصور لما ياجب عليه أن تكون الدولة ومطالبها في السياسة الخارجية الله ده أنا مش مكتفي بس بالدولة بتاعتي ده أنا بدرس الدولة بتاعتي وأعمل كده بصص الدولة اللي جنبي عنده فكرة توسعي هي من الدولة اللي عندها فكرة توسع ومعانا في الوطن عارض صح؟ عندها حلم؟ عندها حلم حلم إيه؟ من نيد الفرات مين طبعاً أنتوا عارفينها؟ إسرائيل؟ يبقى إياه إسرائيل بتاخد بالفكرة توسعي بتاع علم الجي بوليتك ولا فكرة الجوارافية السياسية فكرة علم الجي بوليتك ده مثال الكاملة كان وضح أكثر أثناء الحرب العالمية التانية لما هتلر بدأ يخزوا دول غرب أوروبا خد بلجيكا وهولندا لصغر مساحيتهم دخل على عاصمة باريس وبهدل الدنيا ليه؟ لأن الفكرة بتاعها كان فكرة توسعي هو فهم خطأ فكرة علم الجي بوليتك وجوارافية السياسية طب أنا عندي هنا كمان هل الجوارافية السياسية لها علاقة بالعلوم الأخرى؟ طبعاً الجوارافية السياسية لها علاقة بعلم التاريخ والعلوم السياسية ده حتى اسمها الجوارافية السياسية يبقى لها علم أو لها ربط كين؟ بين الجوارافية السياسية والسياسية الجوارافية والسياسية علوم السياسية علم التاريخ ده حتى يا راجل يقول لك هل ندرس جوارافية وتاريخ شفت الاتنين؟ ما لكش جوارافية وعلم نفس أو تاريخ وعلم اتماع كنتم تفق إعدالي؟ كنتم تدرس كتاب الدراسات ده جوارافية وتاريخ لأن الجغرافيا والتاريخ الاتنين مرتبطين ببعض حدث حدث معين في منطقة معينة المنطقة المعينة بتأثر على الحرب الموجودة أو التاريخ الموجود في الوقت ده يعني حتى لو كلمتك يا راجل أبسط حاجة أبسط حاجة لو جيت على الاستعمال بريطاني المصري عام 1882 هتبوص وتتقي داخلوا عن طريق قناة السويس تتكلم عن تاريخ والكلمة عن الجغرافيا داخلوا عن طريق قناة السويس لأني ما قدريش يكش من الشمال وهكذا بص كده الأحداث كلها والغزوات والحروب قديمة هي الجغرافيا السياسية لها أهداف سؤالة إيه بما تبس كان عندي علاقة وضح العلاقة بينها أو توجد علاقة بين الجغرافيا السياسية والعلوم الأخرى توجد علاقة بين الجغرافيا والعلوم الأخرى مثل علم التاريخ والعلوم السياسي طب أهداف الجغرافيا السياسية خمسة أول حد دراست الوحدات السياسية من حيث ملامحها الجغرافية الطبيعية والبشرية أنا لما أتكلم على دولة كجغرافية السياسية لازم نشوف الملامح الجغرافية بتاعتها الطبيعية والبشرية أنا هديك مثلا صغير أوي أنا رجل سفير تمام وأنا هروح دولة معينة ما فيه السفير دارس جغرافية السياسية هيروح دولة اللي لازم تشوف مقامات طبيعية والبشرية بتاعتها إيه الدولة دي مرخة إيه هي حر ولا برد طيب الدولة دي موقعها فيه في الشمال والجنوب طيب الدولة ده بيغرب عليها الطبيع الجبلي ولا الطبيع السهلي طيب عدد سكانهم كامل طيب نسبة الزكور والإناس طيب فئات العمرية طفل شاب الشيخ أنا يهمني حاجة كده ما ينفعش أكون راجل بادرس جغرافية السياسية واروح مكان اللي لازم أكون عارف المقاومات الجغرافية بتاعت الدولة الطبيعية والبشرية دي من ضمن الأهداف الجغرافية السياسية أدواء اتنين تحديد عناصر القوة والضعف الوحدات السياسية بالمناسبة ما فيش دولة قوية صرف وما فيش دولة ضعيفة صرف كل دولة عندها نقاط قوة ونقاط ضعف بس هي كل الفكرة هي الدولة دي عندها نقاط القوة أكتر ولا الضعف أكتر هلاقي كل دول العالم النامي نقاط الضعف أكتر من نقاط القوة ودول العالم متقدمة عندهم نقاط القوة أكتر من نقاط الضعف يبقى كده تحليل الجغرافية السياسية رقم اتنين بتحلل أو بتحدد عناصر القوة والضعف الوحدات السياسية تلاتة تحليل التجمعات الإقليمية والعالمية تحليل جغرافي موضوعي هي ايه تجمعات الإقليمية وايه تجمعات العالمية على الفكرة لما تكلم عن التحاد الأوروبي تجمع إقليمي التحاد الأفريقي تجمع إقليمي كامعة الدول العربية تجمع إقليمي مجلس تعاون دول الخليج العربي الله انت بتكلم على جزء من العالم مجموعة الدول بس كده مع بعض تسمعها تجمع إقليمي لكن لما تكلم على هيئة الأمم المتحدة ولا على منظمة عالمية بحللها تحليل موضوعي انا مقدرش اقول الاتحاد الأوروبي منظمة عالمية اقول منظمة إقليمية اربعة التعريف بالمشكلات السياسية واقتراح للحلول خلي بالك وركز معايا هي الجغرافيا السياسية بتخترح حلول للمشكلات السياسية يقول له دور الجغرافيين بعد الحرب العالمية الأولى والتانية في رسم الحدود السياسية لأوروبا ركز دور مين الجغرافيين ما جابش مهندس ما جابش دكتور ما جابش مدرس ما جابش عسكري جاب جغرافي أصل الجغرافي هو اللي عارف المقاومات البشرية والطبيعية بتاعت الدول أنا هاجي عند آخر ناس بتتكلم لغة فرنسية واعمل حد هاجي عند آخر ناس بتتكلم لغة إيطالية واعمل حد هما اللي رسموا الحدود دي بعد الحرب العالمية يقوله التانية ده فين حتة قلت في أوروبا التانية دور الجغرافيا في الدفاع عن حق مصر في القضية الطابة بص يا ابن الراجل اللي راح محكمة العدد الدولية في لهاي في أولندا مستشار قانوني عايز يقول الطابة مصرية والوفد الإسرائيلي راح يقول الطابة إسرائيلية خلانا معترفين كده أنا مش حاجة اسمها إسرائيل بعض عشان ما هويش طابة إسرائيلية دي خالص بس كان فيه أمر واقع تعالى طابة بتاعت مين الراجل مستشار القانوني وهو قاعب يقول طابة مصرية الجغرافيا اللي بقول لي بص خذ الخريطة دي الخريطة دي بتقول طابة مصرية ودي الدلائم ده انت من غيرك آخر ما كنتش عارف أحل القضية دي ده انت من غيرك ما كنتش عارف أحلها وقتي وبنائنا عليه محكمة العدد الدولية قالت أن طابة مصرية بنائنا على الجغرافيا اللي سند مين القانون تمام آخر حاجة توفير البيانات والمعلومات لاتخاذ القرارات السياسية والعسكرية ذات الأبعاد المكانية الراجل السياسي الراجل عسكري عشان ياخد قرار في مكان ما لازم يتمن بإدراسة الجغرافيا السياسية أنا عندي بقى أبص كده بما تفسر أهداف الجغرافيا السياسية أدوى واحد اتنين بما تفسر أو وضح تشارك الجغرافيا السياسية في اقتراح اللي للمشكلات السياسية أقول له بيستدور الجغرافيين بعد الحرب العالمية الأولى والتانية في رسم الحدود السياسية لأوروبا ودور الجغرافيا في الدفاع عن حق مصر في قضية طبعا سؤال سؤال اللي بعدين خالي بقى تالت سؤال في حتة بتاع بما تفسر اللي هي أهداف الجغرافيا السياسية آخر سؤال يقول لك إيه وضح أهمية الجغرافيا السياسية بالنسبة للسياسين والعسكريين أنا أتكلم على الإجابة رقم خمسة بس توفر بيانات موضوعية لاتخاص قرارات سياسية وعسكرية ذات أبعاد مكانية يبقى أنا رقم أربعة طلعت عليها السؤال وقلت الإجابة بتاعتها ورقم خمسة طلعت عليها السؤال وقلت الإجابة بتاعتها اللي هي رقم خمسة وفيه سؤال جنرال بقى كده كله بما تفسر أهداف الجغرافيا السياسية عشان تقول الخمس النقاط مع بعض خلاص إحنا متوفقين كده إحنا ماشيين كل جزئية بنقول الأسئلة بتاعته بالمناسبة يا أولاد فيه حاجة تقويم ده فيه أسئلة جنوباشر اكتب كده دليل تقويم فيه جغرافيا هيطلع لك دليل تقويم على جوجل عادي هيطلع لك دليل تقويم اطبعه هو 81 صفحة بالمناسبة معلش بس هو في ميزة فيه أسئلة والإجابات وراء في بعض الأسئلة مكتوب فيها إيه مكتوب فيها تترك الإجابة للطالب بالاستعانى بمعلمه إيه هي تترك الإجابة للطالب بالاستعانى بمعلمه لأسئلة غير ماشرة دي اللي هقولك عليها وفيه منها سؤال هقوله في الدلس التمهيد النهاردة وهتشوفه ده طيب تعالي نتكلم بقى على مجالات الجغرافية السياسية فيه قديما وحديثا أنا هاهتم قوي بحديثا دي أصلي قديما خلاص يقولك الجغرافية السياسية كيف تدرس المشكلات والحدود تمام تدرس الوحدات والعلاقات الدولية والمشكلات السياسية خلاص شوه السؤال بقى يقولك بما تبسر برضو تغيرات سريعة شهادها العالم خاصة من خلال أواخر القرن العشرين وبداية هذا القرن بص ده سؤاله هقوله اتسعت مجالات الجغرافية السياسية عشان تشمل ثلاثة في التغيرات دي واحد الدولة كمجال لدرس الجغرافية السياسية اتنين التحليل السياسي للقوة ثلاثة سياسة النظام العالمي وما ينتج عنه من تغيرات بدون ثلاثة عشان اجابة التغيرات اللي هو في صفحة رقم خمسة في كتاب الوزارة كان الاهتمام لجغرافية السياسية قديما وحدات وعلاقات ومشكلات يجي بعدها يقولك سؤال هقوله بما تبسر تغيرات شهادة العالم خلال أواخر قرن العشرين وبداية هذا القرن هقوله التسعة تتشمل التلاثة الدولة كما بيها لدرس الجغرافية السياسية والتحليل السياسي القوة وسياسة النظام العالمي وما ينتج عنه من تغيرات طبعا انا عندي هنا كده هنخلص الجزء ده ان شاء الله للحلقة الجاية هناخد التغيرات بتاعة خلط العالم السياسية اللي هي متمثلة في المجالات التلاتة مع التقنيات الحديثة في الجغرافية السياسية شكرا اشتركوا في الحلقة ان شاء الله